على نفقته الخاصة تمكن المزارع أبو عبد الله نصب منظومة الري التنقيطية لإنقاذ مزرعته من الهلاك التي يعتمد عليها لعالة أسرته في أطراف مدينة بوهرز جنوب شرقي ديالا وإذا تمكن أبو عبد الله من نصب هذه المنظومة فإن الكثير من المزارعين ليس لديهم القدرة المادية وينتظرون دعم الحكومة لهم بس إعلام بالفياس وكذا وهي مرشات ورح نطيقهم قروض ونطيقهم كذا ومحكوا كل شيء حد اللي أنا ما شفت يعني تشيز كيميائي من هاي الدولة ولا يجون يكشفونه ورح نوفره كمي وكيميائي وقروض وكذا وكش معكم ولو عندنا مثل وارد قوي نقدر نجيب هاي المرشات نجيب كل شيء يعني نقدر نمشي مورنا بس إحنا شوية مثل ما يقول هسا الوارد موانا يعني قليل فهدنو وتحاول وزارة الزراعة العراقية تقديم كل ما بوسعها لإيجاد الحلول العملية لمشكلة التصحر وضعف الإنتاج من خلال اعتماد الطرق الحديثة في الري لتقليل استهلاك المياه بعد الوعود بإطلاق القروض الميسرة للفلاحين لتسيير شراء المرشات التنقيطية على الرغم من قلة التخصيصات المالية المقررة لها من الموازنة الاتحادية حصص لكل محافظات العراق بمنظومات ريب الرش وتكون مقصطة لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى أنه هي مدعومة خمسين بالمئة وتسعى دائرة الموارد المائية في ديالا توفير ما تيسر من حلول آنية لإنقاذ المساحات الحقلية في المناطق النائية والأرياف من التصحر من خلال مساعدة المزارعين على حفر الآبار الارتوازية ورفع التجاوزات على الأنهر بالإضافة إلى فرض نظام المراشنة لسقي المساحات الزراعية نصب محطات ضخ على الأنهر الرئيسية وتحويل جزء كبير من المحافظة مياه شربها ومياه سقيها على نهر دجلة لتعويض النقص الحاصل في بحيرة حمرين التي تعتمد على محافظة ديالا إضافة إلى حفر آبار بكميات كبيرة في المحافظة وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من كارثة بيئية وإنسانية في العراق بسبب تفاقم أزمة شح المياه التي تسببت بتهجير ما نسبته 5% من سكان الأرياف في نحو مراكز المدن وما زاد من حجم مشكلة شح المياه في العراق هو إنشاء السدود وحرف مسارات الأنهر من قبل دول المنبع تركيا وإيران داخل أراضيها الأمر الذي زاد من المطالب باستخدام الورقة الاقتصادية لإجبار تلك الدول على إطلاق حصص العراق المائية أحمد الرسام الحرة ديالا